اشتركوا في القناة ودرجة الحرارة في هذه الأثناء تستقرر نحو 13 درجات مئوية أما بما يخص معدل الرطبة فهو مستقرر نحو 42% أما بما يخص معدل الضغط الجوي فهو مستقرر نحو 997 مليبار أما بما يخص أخبار اليوم فهي كالتالي لقد دعت اللجنة المنظمة لمهرجان FGM 2011 والمكونة من جمعيات الشباب المسلم بإيطاليا جمعية تورينسيام وجمعية الألب وغيرهم من الجمعيات ندوة صحفية يوم الأتونين القادم 25 أكتوبر 2011 على الساعة 11.30 صباحا هذا بقاعد قصر نادي القراء المعروف في تيركوليدا للتوري الموجود في بوجينو 9 بتورينو تقدم من خلالها دورة تانية للملتقى السنوي لشباب المسلم بجهة الشمال الغربي من إيطاليا فاستة جوباني مسلماني نوردو فيست ديطاليا الذي يشمل العديد من المبادرات التقافية الريادية والاجتماعية نذكر منها اللقاء المفتوح مع عمدة المدينة السيد بيروف السينو بقاعة لغام وكذلك لوبين موسك وهي مبادرة منظمة بتنسيق مع بعض مساجد المدينة والتي تمنح مواطني تورينو وخاصة المواطنين الغير المسلمين لإمكانية زيارة واكتشاف ديار العبادة في الإسلام تفاصيل أوفا ومعلومات أكثر عن هذه المبادرة تجيزونها على الموقع المخصص للحدث كما يمكنكم أيضا تتبع يومية مرحلة التنظيم من خلال المنتدى الذي يمكنكم الوروج إليه من خلال الرابط الذي يظهر على الشاشة في هذه الأثناء ينظم قسم اللغة العربية بكلية اللغات والأذف الأجنبي التابع لجماعة الدراسات بتورينو بالتعاون مع وزارة التقافة والفنون والثرات في قطر يومي 27 و28 أكتوبر حلقة دراسية حول الترجمة من اللغة الإيطالية إلى اللغة العربية من تأثير الأستاذ عبدالوديوذ العمراني كما ستناقش بهذه الندوة منهجية الترجمة في عصر الإنفرنت بالإضافة إلى مهنة المترجم الحر تفاصيل أوفة تجدونها على الموقع البلدية باللغة العربية يوم السبت 22 أكتوبر سيعقد بكل أنحاء إيطاليا لينوكس داي المهرجان الذي يهدف إلى تعزيز استعمال نظام لينوكس والصوفتوير الحر وستعقد المظاهرة حتى بتورينو من الساعة الواحدة بعد الزوار إلى الساعة الثامنة السادسة مساء بثلاث مراكز مختلفة بتورينو أولها كاشينة روكا فرانكا حيث من الممكن إحضار حاسوبكم الشخصي لتحميل نظام لينوكس مجاناً وكذلك بمركز لكازد الكورتياري بسانس الفاريو وكذلك مكتبة شهر زاد نولينو أعزائنا المتتبعين وخصوصاً الطلب الجامعيين ذوي الجنسية المغربية والذين قاموا بتقديم الطلبات للمزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج لنيح المنح الدراسية برسم السنة الأكاديمية 2010-2011 أنه تم الإعلان من طرفاته الآخر عن لائحة الفائزين ويجب على هؤلاء التوجه للمكاتب القنصية المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة وأخيراً في نتاق الانتخابات التشريعية للمملكة المغربية التي ستجري يوم 11 نومبر 2011 بدلاً من سنة 2012 تجري في كل أنحاء أرض الوطن عملية تسجيل المواطنين باللوائح الانتخابية ونفسي تقوم به المكاتب القنصية التابعة للمملكة المنتشرة في جل أنحاء العالم من بينها القنصرية العامة بتورينو التي تدعو بدورها المواطنين المقيمين بالمنطقة بغية تمكينهم من القيام بهذا الحق والواجب الوطني هكذا نصل إليه هذا الموجد الإخباري على الوفاية أشكركم والسلام عليكم